كعالوا دلوقتي بقى مع بعض يا شباب نشوف نتيجة الامتحان اللي انتو حلته دلوقتي ونشوف ايه الاسئلة اللي وقفت قدامكم وايه الاسئلة اللي سببت ان انت غلط وما جبتش الدرجة النهاية نيجي في اول سؤال السؤال بيقول زي ما قولنا في ال past perfect ان having بتساوي after having بيجي وراها التصريف الثالث وبما ان هنا الجملة اكتف هتبقى having done the shopping number a she started to prepare lunch number two we arrived an hour late احنا وصلنا ساعة متاخر الفيلم كان ايه؟ الفيلم كان ابتدى an hour earlier من ساعة فاده action number one زي ما قولنا في ال past perfect tense اني رابب دائما الحدث الاعدم فالاجابة هتكون had begun في number three الجملة بتقول the baby had drunk all the milk before to bed طبعا before بدون فعل زي ما وضحنا قبل كده بيجي وراها ing فهنا الاجابة هتبقى before going number four by the time i took a break i my work before or by the time let me be around action number two قبل ما اخد راحة i my work كنت خلصت شغلي فaction number one ان انا كنت خلصت فالاجابة هتبقى number b had finished نيجي بعد كده يا جماعة مع number five ونشوف الاجابة بتاعتها كانت ايه؟ في number five الجملة بتقول she L when I visited her لما زرتها كانت تبدو مريضة وقلنا ان seem من الافعال التي لا تستخدم في الازمانة المستمرة فالاجابة هتكون seemed L when I visited her number six while at home a man knocked on the door في واحد خبط على الباب بينما كنت وهنا الاجابة هتبقى was مش هينفع ان احنا نستخدم verb to be في الازمانة المستمرة منفعش اقول while I was being لان ده استيتف verb في number seven I breakfast before I went to school بحكي على post situation فالاجابة هتبقى I always ate number eight she didn't send the message to her father until she ate طيب هي هنا ما بعثتش الرسالة لباباها لحد ما ايه؟ كتبتها الاول يعني ده الحدث الاقدم بيبقى الاجابة هتكون had written الجملة active number nine on the good news I found my parents قلنا انه on بتساوي when بيجو وراها the verb I n g فالاجابة هتكون on hearing the good news I found my parents بعد كده نيجي للجملة number ten الجملة بتقول finished my work I went home مين الرابط من دول اللي بيجو وراه post participle على طول فنلاقي ان having اللي بتساوي after بس بيجو وراه تصرف ثالث having finished my work I went home number eleven قلنا الحالة الوحيدة اللي بيجي وراها post perfect بس هي by واي لبز زمن يدل على الباست by 2014 بمضي 2014 I for novels it was a great achievement ده كان انجاز عظيم فهنا انا كنت انهيت اربع روايات فالاجابة هتبقى I had written number twelve after she traveled abroad قلنا ان اي رابط بدون فاعل زي after before while بيجي بعد طالما السبجكت في الجملة التانية هو هو نفس السبجكت المعني بالجملة الاولى فهتبقى after graduating بعد التخرج she traveled abroad بالنسبة للجملة number thirteen she to school when she was young on food when she was young هنا بتتكلم عن past situation فها اما went اما ايه اللي بيعبر عن past حبت هنا used to go number fourteen what when I called you you sounded very busy بما ان هنا ده سؤال كنت بتعمل ايه لما كلمتك انت كنت مشغول والسؤال ده حلناه في الهومورك هتا تستفهام فاعل مساعد فاعل فاعل was aware اوما الفاعل المساعد بتعال post continuous يالي هم الverbal نجيب الاجابة كنت بتعمل ايه لما كلمتك ايبا what were you doing number fifteen my stay in France I learned a lot of French words فاتبقى during my stay in France أثناء اقمت number sixteen I saw an accident while to school this morning while بدون فاعل على طول ايه بعديها ذربي نجيب فالاجابة تبقى number b while going seventeen قلت ان هارلي او scarcely او no sooner لما منبتدي بيهم الكلام الجملة دايما بتيجي في هيئة سؤال فهتبقى hardly had i seen the fire when i called the fire brigade يعني ما ان رأيت النار حتى اتصلت برجال المطافق الجملة number eighteen بتقول it was dark الجو كان المظلم when we reached the beach because the sun لان الشمس كانت غربت فهتبقى had gone down number وكانت في الهومورك eighteen I wanted to know what you at eight o'clock last night بما ان هنا الجملة فيه في الستوب يعني من السؤال ولكن في النص هنا فيه اداة استفهم فبيجي وراها subject وهنا بيقولك الساعة تمانية امبارح انت كنت بتعمل ايه فالاجابة هتكون what you were doing number twenty ايجيبت ونركز كده في الجملة دي معلش نخليها كده في الاول ونصغر الشاشة كده كلها عشان تبقى بينا ايوه هنا بنقول ايجيبت اقليفايد في الولد فوتبول كوب كاس العالم نهايات كاس العالم في رشا في 2018 في 2018 بس مصر ما كانتش اتقهلت من 1990 يبقى اكشن number one انها ما كانتش اتقهلت واتقهلت بعد كده في 2018 فالحدث الاقدم عدم التأهل فهي بقى past perfect hadn't qualified الناس بقى اللي امت عملها hasn't qualified يعدني يا حبيبي اقرأ الجمل عشان تفهم المعنى موقفين حصلوا في الماضي ببقى المين الاول ومين التاني فالاول يبقى past perfect والتاني يبقى past simple الجملة اللي بعد كده number 21 it's a mدة زمنية I traveled abroad يبقى it's more than 20 years since I traveled abroad number 22 Sammy isn't here Sammy مش هنا he to the dentist فراح للدكتور ولسه مرجعش عشان كده هو مش موجود فهتبقى has gone number 23 you can't talk to Ali because he out انت مش هتقدر تكلمه لانه هو لسه خارج هنا الجملة مضارع recent action يبقى he has just gone number 24 I haven't read the last chapter of the novel yet لسه لم اقوم بالقراءة بعد بالنسبة للجملة number 25 خليها في اول الكلام عندنا هنا I my book can you help me look for it ممكن تساعدني ان انا ادور عليه لان الكتاب لسه ضايع مني يعني حاجة حصلت ولسه ليها اثر مديني I have lost my book number 26 my brother L recently هتبقى هنا present perfect عشان حديثا has been L recently number 27 I for 3 hours now بدأت ولا زلت present perfect concerns يبقى have been reading for 3 hours now number 28 we in news about them literally مؤخرا لم نتلقى عنهم أي أخبار if I haven't received number 29 my uncle in hospital for a long time I hope he will recover soon يبقى my uncle has been in hospital بقالوا فترة في المستشفى وضعوا لزل قائم I hope he will recover soon يا رب يا تعافى سريعا number 30 this is the most exciting film أجمل فيلم أنا تفرجت علي في حياتي من أول ما بدأت أهتم بفوجة الأفلام لغاية دلوقتي فالإجابة هتبقى I have ever seen number 31 الجملة بتقول she reading novels since she was a child هنا وضع بدأ ولداء القائم سوري منذ انتاء حدث معين فالإجابة هتبقى she has enjoyed reading novels لقد استمتعت بالقراءة ولا زالت من منذ الطفولة بتاعتها Have you finished doing the exercise or the research Not yet لا لسه تمام ما خلصتش number 33 My uncle as a taxi driver now he is a worker ودلوقتي هو عامل ولنا comparison between the prison and the post فإنا الإجابة Worked as a taxi driver إرجع للهومورك لو أنت عاستعرف التفسير A bad accident place on caro بردو قلنا has taken عشان حاجة recent لها أثر number 35 My cousin has left abroad his childhood فالإجابة هتبقى since his childhood مستقلم تحندا average متوسط مش جامد قوي ومش تافه قوي وفي حاجة كتير من اللي احنا قلناها أثناء الحصص فياريت الناس اللي ما جابتش الكويس تركز وتراجع على الحصص بتاعتها سواء حصة الجرامر الأولى أو الworm up اللي احنا لسه عايدينه والهومورك وإحنا بنصححه قد بتفرق جدا يا جماعة مش هقولك بقى شغل على speed 2 انت حتى لو انت عاوز تنجز يعني انت قضي نفسك يعني انت فاهم إذا كنت فاهم فهتهدي الدنيا إذا كنت خلاص الدنيا ماشي وسلكة عقلك فوز تراسك مهم قوي ان التست أو الكويسس اللي احنا بناخدها في الحصة تركز فيها علشان تديك طمعنينة كتير ركز معي بقى عشان في الفيديو اللي جاي هنبتدي في شرح شرح الفكابو اللانجوجنوت ليونت وان نشوفكم على خير في الجزء اللي قلي